وضعت الثورة في دستور حالية في باب مهم جداً وهو باب العلاقات المدنية العسكرية بعد الثورة بعد 11 فبراير كانت طال الوقت في النقشات حتى الإعلامية كان فيه تسلسل واضح في الجيش دايماً والمجيس العسكري كان بيحاول يقدم نوع من الطمأنة وجس النقط بطريقة مباشة وغير مباشة للأوضاع اللي هو عايز يعيشها في المستقبل اتدت بعد 11 فبراير تريد من 3-4 شهر بتصريح اتدى لأول الملة في صحفة اجنابية إن وضع الجيش نانية تغير عن دستور 81 في وقتها في عز في القرآن الثورة وجدت بنقد عنيف وإن أنت كده بتكتب ما احنا مفروض نكتبه من القوى السورية هاي المفروض هتقرر وإن ده ضد صورة 25 نايل وقتها كان الطموح بالنسبة لنا في أكبر بكتير من دستور رحمة السلامية جاء بعدين فترة سارى على طول مندوح شانين قال نفس التصريح وأخذ رد فعلا أقل قاله ضنطوي ولقى رد واضح من طوال الأهمية وقتها الرجل كان من رأس المجلس العسكري إلى أن وصلنا إلى وصفة السلمي وصفة السلمي كانت أول كلام مكتوب بيوضح إن في نية لأن الملف دوت هيكون هو صمام الأمان للنظام السابق إن هو يعيد إنتاج نفسه بطريقة واضحة تتمثل في دستارة وضع كان موجود كعرف قبل سقوط مبارك ويحاولوه الدستور اللي كان موضح تامل إن الأوضاع الثورية ما تاخدش مكاسب للمستقبل جاتوا ثقت السلمي وقبلت برضو وقتها برفض واضح وعني طبعا الموقف كان جيد لبعض القوى اللي بعد كده سواء مدنية أو الإسلامية رفضة ورفضة صريح لربصة السلمي انتقالنا بالدستور في 2012 ابتدينا الأول النقاش كان فيه نوع من مطالبات منطقية للتارة الإسلامية داخل لجنة تأسيسية كان منهم مثلا هما أعلنوا صراحة رأى يعني رحبطهم في غير محكمات العسكرانية نهاية واستشهدوا باللي كان بيحصل لهم كانوا يطلبوا إن الوزير ما يكونش جمع إن الوزير يكون إمكانات إن ما فيه وزير مدني كوبل دود برض دفاع العكسي بالمجلس العسكري وقتها بإنه هو صمم إنه هو استحدث لنا مادة بنتقل موجودة في السباح بسبعين وإن كانت ماشية كعرف إنه هو وسيل الدفاع و هو القائد العام مادة تمثل عقلية الشخص اللي تتعامل معه أنت بتتعامل مع عقلية و ليست أفراد في أفراد مستفدين يحاولوا يحفظوا على الأوضاع من خلال الاستفادة من عقلية عسكرية عندها نظرة دونية للتحاول الديمقراطي و للطيارات المدنية هو مش مقتنع لشخص منتخب هو موصول يسمع كلامه كان ما يزال فكرة من البسط المبارك رجل عسكري و متفاهمين معه من ناحية المصالح فالمصالح بتكتمع من أنه عسكري والموضوع بيعاد واضح إنه في اللجنة 2012 حاولوا يجدوا صيغة مع الإخوان و طبعاً كانت إنه هما يوزنوا الوضع ما بين إنه انت تاخد الجزء الخاص بمجلس دفاع الوطني طبعاً عندنا مشكلة حققية مع الإخوان إنه هما فعلاً تنظيم يكافئ الفكر العسكري هو تنظيم بيسعى للسلطة السلطوي مش عايز يخشى الجماهير مش عايز الحريات حقيقةً ده اللي نعكس فيه بعد دستور مباشرة و ده اللي ساعد في سرعة إثبات الإخوان الإخوان وقتها طبعاً تغازلوا في المجلس الدفاع الوطني المجلس الدفاع الوطني عندنا في دين مشكلتين راسياتين مشكلة خاصة بيتشكيله وهي المشكلة الأولادية الشهيرة بإنه هما الأغلاوية العسكريين و فيه مشكلة تانية خاصة بإنه هما أقل شراء إنهما تنفيذيين و إنهما غالبيتهم معينين و غالبيتهم معينين من قبل رأس السلطة التنفيذية اللي هو الرئيس اللي هو مفروض إنه هو منتخب و في وسطة مجموعته ما تلاقيش غير شخصية واحدة منتخبة من خلال البرلمان اللي هي في الوقت الحالي هتبقى رئيس مجلس للشعب ولو ما تلاقيش مجلس شعب و غالباً هتلاقيش هتبقى شخصيتين مقابل أغلبية كسحة للتنفيذيين فده طبعاً بيسقط نظرية الرئيس إنه هو وفرود نوار الشخص التنفيذي اللي هو اللي بيكون برائب عليه و إنه سحبت السلطات الرئيقبية والتشريعية وددتها لهذا المجلس الدفاع اللي هو في الأاخر برائب على نفسه وهو اللي هو بعد الدوله في دستور 2012 للطابع الميزانية وتلعبوا على النص إنه سحبوا حيط الميزانية تعرض كرقم واحد ولكن عملياً كانتها تعرض كرقم واحد جاء دستور 2013 مع لجنة العشرة وحصل في نوع من الاستفادة من الحركة حركة 36 والإحساس المجلس العسكري القوى العسكرية في هذا التنفيذ إنه هم مع أكثر سيطرة وعدم مراعة للقوى الثورية اللي بتتتحرك ولكن هم موضح لهم مازال إخوان مش شايفينهم مش عملون مع تبارهم يوزنوا عن قوى مختلفة جات مثلاً متمثلة في الهائل الدباجة حتى بتصويت 25 يناير ده نوع أعتقد دي جزء مسلاً ممكن من الحاجات البيناتس اللي يرمونا في الآخر خذوا 25 يناير تاني ترجع ولكن من الفعل في المضمون في باب السلطة أنت في الآخر في يد الحاكمة الحقيقي للبعد هو مابس الدفاع الوطني وزير الدفاع هايكون هو الأقوى ده وضع يعني ده خلاف عليه وزاي إذا حصلت فهمات مع الرئيس اللي هو في الآخر أفضل لهم إنه يجي فرد عن إنه هو في الآخر كان تنظيم إخواني كامل ممكن يحاول يسعى على التسييس الجيش ويحاول إنما فرد حتى لو كان محسوب على الصورة ممكن يكون زي حمدين صلاحي الصلاحيات اللي هو يقدر يتحرك بيها عنده جميع الخطوط الحمرة اللي يقدر يحطهانه بطريقة مصدورية ما تتمثل في عدم وجود أي نص واضح لإزدعاء الجيش للشارع ودي نقطة يعني أخطر من الطوارئ دي طوارئ عسكرية إنه متسهولة في المجلس الدفاع الوطني يجتمع لو أقل بطوة عسكرية ويقرر نزول الجيش للشارع لأي سبب قد يكون وضع حتى رئيس مدعوم مدنية مدعوم شعبيا فعلا على عكس الوضع كان مع مرسي وتفاجأ إن مجلس الدفاع الوطني نسيلك الجيش للشارع ويفرط ما هو عمليا أحكام عرفية ولكن وقده صفة دستورية النص دوت اللي ما تيجي تتكلم عن العقلية العسكرية يقول لك ما إحنا خايفين إن رأس السلطة التنفيذية الشعب ينصد ضده وبالتالي مقدر شاشيله فهو يسيس الجيش اللي هو هنمنعه من إختار وسط دفاعه وهنمنعه من صلاحيات المجلس الشعب كل ده من خلال سحب تهميش شيء اسمه مجلس الشعب اللي هو في وضع ديمقراطي سليم مفروض هو اللي بيقر القاعد العام للقوات المسلحة اللي هو مفروض يكون مفصول عن وسير الدفاع حيث أن وسير الدفاع يركز في منصب سياسي متغير مع حكومة بيتم اختيارها ويتم إقرارها من البرلمان المنتخب اللي هو مفروض بيكون بيراقب على رئيس التنفيذي فقط وليس الرئيس المهيمن الفرعون اللي هم في الوقت الحالي بيقيله في فرعانة إلا شخصين شخص وزير دفاع جاي من مؤسسة غير منتخبة ورئيس يتم التوافق بيسماح للوصول بطريقة ما مع وجود الضمارات النوائل وصل وتعدى خطوط معينة زي ما حصل مع مرسي يكون فيه آليات سهلة جداً بإزاحهم وزير الدفاع حق اختيار وزير الدفاع طبعاً وضع غير شاس ديمقراطية مش موجود فيه ديمقراطية بما عدا هتبقى إن شاء الله يعني مصر يعني هتبقى له بعض الشهور عن أشهر مع جمع مع قائد العام وقوات المسلحة المشكلة إنه هو دايماً يجي حل وضع شاز الوضع الشاز الحالي اللي هو كان عامه كان موضي بالنسبة للإخوان لو على مدى طويل لأنه هو وضع يسمح للإخوان لو عارفوا ويختلفوا الجيش كان يبقى وضع بالنسبة لنا إحنا بقى من هذه اللحظة أكثر كارسة من وضع الحالي كان يبقى جيش تابع للإخوان غير ما فيش سلطة منتخبة تقدر تعترض عليه كل مشكلتهم كان يتبقى في المحافظة ويقفز على رأس السلطة التنفيذية اللي هو الرئيسة التدخل اللي هي انتخابات اللي هو يقدر فعلاً يقفل على سلطته ويحافظ على حد موجود ضمنات للانتخابات وكل المطالب اللي كان الإخوان يفوتوها واحدة والتانية ورفضنها الجيش نفسه مش قادر يدرك الرؤية إنه انه ممكن يبقى فيه حل ديمقراطي هو يرى حل السلطة السلطة المطلقة تضل فيدي الكيش لإعتبارات إنه التحول الديمقراطي الحقيقي فيه مخاوف منه بالنسبانه هو لا ياثب في الشعب لا ياثب في الشعب ده يختار نظر عن عهود فساد هو بعض الفاسيين بيستفيدوا من تجربة المأساوية منها في آخر محسوب علينا تجربة ثورة رئيس مدني منتخب فشل فشل زريع فإنه إن البلد ويحل البديهيات اللي تتحقق فيها الغرور طلبنا إيه من المرحلة الجاية في الدستور اللي نظرنا لي مش هيحصل في الفترة دي إنه هو عدم الطلب الأساسي هو عدم حدوث دسترة للأوضاع عن دستور 71 لأسف سأفنا منطقيا نازل دستور 71 دستور 71 كان كل الوضع المجلس الدفاع الوطني كان قانوني وليس دستوري فبالتالي كان البرلمان اللي هو لو بفرد أنه هو مستقبل أنه يقدر يجيب المجلس الدفاع الوطني فهو كان ممكن يحط صلاحيات تحد مصطلحات المجلس الدفاع الوطني اختيار طبعا مزيد الدفاع الشيء مفوط القائد العامي أنه يتدخل فيه مجلس الشعب الدور التشريعي واللقابة على المزانية برضو لا يتم دستورتها تماما وتظهر طبعا النقطة اللي رغم التركيز الواضح عليها موطة محكمات العسكرية فهو ما تعتبر بالنسبة لهم الباب اللي بيحافظ دائمًا على خروج الأعمال للقائدات العسكرية أنه ما فيش إمكانية أن أنت تحاسب أي شخص سواء أخطأ جنائيًا أو خساد مالي أو أي يظل دائمًا النص اللي هو حطينه اللي كما وجود في 2012 ووضعنا فيش عينية اللي بيفصل فيه الاختصاص هو نيابة العسكرية فالنيابة العسكرية يتقرر أن أنت أجرمت الجرم يتسبب أنت تروح القضاء المدني أو تروح العسكري فبالتالي، لو قدمت في أي مكان رفعت أي قضية ضد شخص عسكري وبالتالي، هيروح الأول لنيابة العسكرية واللي هي أصلاً ليست في الآخر مأمورة من القيادات العسكرية تباعة لوزير الوزارة الدفاع وهي اللي بتقرر وقتها الشخص داوت يتم مسألته أو ما يتمش مسألته وطبعاً المتوقع في هذا الوضع أن اللي هيقدم حاجة ضد شخص عسكري ذو نفوس، أنه هو نفسه اللي يتحاول المحكمة عسكرية، دويته همت الاعتداء على القوات المسلحة اللي هم بدلوها بدل الضرر للقوات المسلحة، اللي هم ألفاظ فتفاضة، ما بتحميش حق المواطن المدني في أنه يمثل أمام قضية طبيعية الحقوق اللي ضايعها في الوقت الحالي هي حق حق المواطن في أن يمثل أمام قضية طبيعية بالتالي رفض القاطع للمحاكمات العسكرية لأي شخص مدني، ولو مفروض تكون رفض قاطع لأي محاكمة عسكري أمام قضاء عسكري النظر أنه إحنا مش في حالة حرب لأن الحكم العسكري لا يوجد أي ضمانات لا يوجد حق دفاع حق البرلمان المتخف في أن هو يواقب وأنه يشرع هذا حق أصيل، بدونه يبقى في غير مصلحة للوطن وطبعاً يقفل باب الاستقلال الوطني الحقيقي في الملفات التصوذية والسياسة المشروعية والوضع الدستوري كثم يتعلق بالمؤسسة العسكرية والعلاقات الملانية، لا بأسر يعني الإخوان أعتقد بالتمرير الاستفتاد الدستورة 2012 كان هو نهاية حكم الإخوان إنه حضوهم في خانة إنه طال الوقت ما عندهوش حل غير إنه يتناسل أو يواجه وضع غير دستوري فهو أفقد قدرته المنتخبة على نهاية تتعامل مع المؤسسة العسكرية والوضع رائم من اللي احنا فيه دلوقتي الوضع في مجمله طبعاً زي ما كانتامر بيحكي فيه تآكل لازم فيه نوع من التنازلات الحركة دلوقتي بذلك إنه إنت تدخل التنازلات دي في صالح الصورة في صالح أصحاب مصالح محددة إنه فيه التنازلات التحسن الوضع علامي استمر بإن شخص ييجي مؤسس عسكراتي تحكم الجيش يعني ييجي يحكم البلد كده واجهن لواك وياخد الموضوع الأول وكأنه ما فيهش صورة والمطالب ولا حاجة والشعب هيعيش ويتعايش الناس هتتحرك فلازم يضطر يتنازل فأنت مجرد تحربك مع توضيح مرزل عدم يزول الجيش للشارع ضبط على قضية توضيح حل إن الناس هتشوف مئاسي ليها شافت الفترة اللي فاتت شافت في ما سفيرو دمين قطاعات الشعب عانت من نهاية تشوف الدبابة في الشعب ويحصل إحتاج ما بينهم ده أكيد لازم الفترة الجاية والوضع ده لا متحلش في الدستور ده لازم يتم فتح النقاش فيه الجيش مينفعش موجوده الدائمي ده لي وضع خاص مختلف لازم نرجعه له هل الدستور هو الأمر الواقع هو الأمر الواقع هو اللي بيفرد تنفيذ الدستور والانتزام باكستان مكانش فيه وضع مميز دستوري بس باكستان كان الجيش بيخدم توكيا كان الوضع دستوري أفضل من الوضع السيء اللي احنا بنوضع دستور الإخوان هو الوضع متوقع حاليا ورغم كلا جيش حكم فترة طويلة جدا كل شوية بالرجوع للدستور أنا عندي مشكلة مع وصف يعني 36 الآن قال له انهم انقلاب أو حتى ثلاثة سبعة لانا كنت شايف ان الإخوان أسقادوا نفسهم من ثلاثة سبعة والثورة اتهزمت لما مررنا البسطول من حكم العسكر عملية أخذ وضع مش تقليدي ما يتناسبش ونصره 25 يناير فانا شايف ان الإخوان لما أسقادوا نفسهم من الثلاثة لما يقولوا انقلاب يتلوموا بالعودة الوضع اثنين سبعة اللي هو بالنسبالي أصلا برضو نفس الوضع الحالي مش فادي كتير عن دستورة 2012 الفروق البسيطة السيئة جدا هتخلينا نستمر مع حكم عسكري قادر ان هو يمكن بروتوش صغيرة جدا في مشهد ثلاثة سبعة كان الجيش قادر انه يتدخل عسكرية مطارئة دستورية ويعمل كل ما هو عايزه بدون ما يعني يكسر الدستورة أو يعطى الهد وكان نظر يكون الحد ذات يمشي عن دستورة 2012 وهو بيعد وفقا للطوام ويكون بيعمل تعدلات دستورية تقيد الحيريات ونستمر في المشهد الهدف شكرا